عليكم السلام وحباتكم في برنامجكم ندوة الجمعة نحن لازلنا نعرض كتابنا عن ابن إسحاق وسيرته النجسة وهذه الحلقة رقم 19 ويعني ذكرنا بعض ما قاله ابن إسحاق في موضوع قتل أسرى بني قريصة افتراءا على رسول الله محمد عليه السلام شوف هنا يعني أنا بتهيالي أن ابن إسحاق ده كان ينفع كاتب مسلسلات يعني لو كان عاش في عصرنا كان حيوبه أحسن من أسامة أنور عكاش في رواية مؤثرة ودرامية ألفها خياله ابن إسحاق وزعم أن الزهري حكاها له طبعا نعرفين أنه لم يرى الزهري بولك أتى الزبير من لباطة القرزي وكان يكن أبا عبد الرحمن وكان الزبير اللي هو ابن باطة دهوت قد منى على ثابت ابن قيس ابن شماس في الجاهلية ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان منى عليه يوم بعاث أخذه فجز ناصيته يعني شعره ثم خل سبيله فجاءه ثابت وهو شيخ كبير فقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني فقال وهل يجهل مثلي مثلك إني قد أردت أن أجزيك بيدي بيدك عندي قال إن الكريمة يجز الكريم يعني معناه أن ثابت ابن قيس دراج المؤمن ومن الصحابة وبعدين كان الأخ الزبير بن باطة القرزي كان منى على ثابت ابن قيس في الجاهلية وجز يعني كان أسير وبعدين جز ناصيته وقال له روح يا ابني ما فيش داعي نقتلك طبعا هو طب إيه اللي حدث هو كان في حرب بين الأوس والخزرج مثلا وبين الجماعة بينه وقريزة ما فيش في حد ذكر كده خالص وما ليعد الرجل ده وقع أسير إزاي مش مهم ما هو طبعا هي دراما يعني فهم رحلوا على حسب الدراما اللي صنعها ابن إسحاق وقال له أنت مش عارف منه قال لك أنا عارفك قال أنا عايز أرد لك الجميل فقال له والله الكريم يعني يفعل الكريم أو يجزي الكريم فرح للنبي وقال يا رسول الله أنه قد كانت الزبير اللي هو الزبير بن ابن باطة القرزي منة علي وقد أحببت أن أجزيها بها فهب لي دمه يعني مش تقتله يا رسول الله لأن رجل ده صاحب فضل علي وكنت أنا أسير عنده وأطلقني بدون كسب فقال رسول الله له هو لك خلاص هو بتاع خد مبرك عليك مع السلام فأتاه فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لي دمك فقال له خلاص ابشري عم الرسول قال لي خلاص أنت وهبك لي قد وهب لي دمك فهو لك فقال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فماذا يصنعه بالحياة طبعا أنا دلوقتي راجل كبير وعدلي يا أهل وأنت قتلت أهلي وأعيش إزاي فيبدو بقى إنه هو دي انتحر بس طبعا ابن السحاق ما قال شي قتليه رقما نفسه من فوق الكنبة أو رقما نفسه من فوق السجادة أو من فوق الحصيرة يعمل إيه ما هو مش حد يبقيله يعني طبعا حتت دراما جميلة جدا بس يعني للأسف بقى أنه هي أصلت للنبي عليه السلام يعني طبعا في موضوع قطل الأسر احنا قلنا أنه يعني مأساه بقى أنه أنت مش بس تكذب على النبي في أحداثة سريقية أنك أنت تكذب على ربنا في حكاة بقى سعد بن أبي سعد بن معاز وأن النبي قال أنه أنت كده حكمت فيهم فحكم الله من فوق سبعاته أرقعة أرقعة ما عرفش يا أرقعة يعني طبعا سبع سماوات يعني لكن برضو في حاجة تاني هنا يعني من المآسي يقول لك فلما يقول ابن السحاق فلما كانت الظهر أتى جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني كما حدثني الظهر يعني جبريل نزل و قال للنبي أنا جاي وأنا لم أخلع رذاء الحرب هي يعني اللبس بتاع الحرب فاتفضل تعالى معي ونطلع على بالي القريصة وبقول لك كما حدثني الظهري يعني الظهري كان حاضر وشاف جبريل يا مؤمن وراح جاي ينتعي يا ابن السحاق ده حصل كذا 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 فابن السحاق مسدق وراح كتب الكلام ده سبحان الله وبعدين بقى النجبير قال للنبي إن ربنا بعتني لك عشان تحارب بني القريصة فطبعا النبي راح طالع على طول وسمع الكلام بتاع جبريل ده هنا بقى عداء لله جل وعلا ولرسوله شكرا لحباتي وعليكم السلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة